رأيك يبقى إيه على المستوى؟ أنا رأيي أنه رفع سن الجواز شيء أساسي لإصلاح المجتمع ككل لأنه إحنا للأسف يعني زيادة السكانية المهولة اللي حصلت لنا جات لنا من بعض من يدعون أنهم الشيوخ وأنهم بيفهموا وكانوا بيتكلموا عن أنه ممكن البنت تتجاوز وهي عندها أنا مرة دخلت يعني سمعت منالة طيبي مع الشيخ أو الأستاذ ياسر برهامي بيتكلم معا كان وقل إبراشي ربنا يشفيه وبيتقول له أنت قلت أن البنت ممكن تتجاوزه عمرها تسعة سنين ده موجودة أنا متسجل له ثلاث سنين أنت ما بتقريش قرآن حتى أنا بعد كده كتبت له مقار قلت له أنت عايز تتجاوز واحد لقد دقنك يعني ثلاث سنين لا هو المفهوم بتاع إنسان الشركة حياتك دي تبقى مسؤولة وتبقى نطجة وتبقى عندها إحساس بالمشاركة وبالمسؤولية وبالعواطف لا هم يعني عملوا وفيه في الريف يمكن يعني ده حريك بتقول له أن ده تغيير اجتماعي وثقافي الأول آه طبعا هي هجمة صفراء طب هل تعمليها هل تقافي في موجودها بتغيير تشريعي بتعديل تشريعي؟ بكله بوعي توعية يعني وبيتشريع وبردع لأنه فيه أنا بشوف صور طفل عندها عشر سنة بتتجاوز يعني دي عبل ما توصل لخمستاشر ستاشر سنة يبقى عندها ثلاثة أربع عيال هل ده معقول؟ دي نوطا دي نوطا